أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 11 نيسان إبريل القمر استقر في برج الأسد في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية الصلاح والإصلاح والقمر راح يظل في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح الضرر الخراب الإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد فبيأثر على جميع الأبراج في هاي الفترة تأثيرات برج الأسد فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة هاي أفضل فترة ممكن أن نقترض فيها مال أو نستثمر أموالنا أو اقتناء حلية ثمينة أو التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهاي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 11 أربعة وهي اللي تدفعنا للكآبة والهم بالشعور بالذنب وبتزيد من العناد عنا وبتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبعض الأشخاص اللي عندهم تعب بالقلب أو بالشرايين بدهم ينتبهوا لأنها بتزيد من أزمات قلبية أو أسباب عصبية إلاها علاقة بالقلب يعني بيعصب زيادة فبأثر على القلب وتسارع نبض القلب وبرضو بتعمل حوادث في أي شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات زي طيران أو سيارات أو مرهاي وحوادث عن طريق النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها ليوم 17 أربعة فبتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية 25 أربعة مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهي الفترة بتنتهي فيها وضعية حرجة لبعض الأشخاص وبعض الأشخاص ممكن يقعوا في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للحدث اللي اليوم رح يصير اللي هو انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور الساعة 22.9 دقائق صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش رح ينتقل طبعا ويمكث فيه لغاية يوم 29.04 في تمام الساعة 10.21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا في حلقة انعملت كاملة عن هذا الموضوع وشرحنا فيها الزوايا وتأثيراتها على جميع الأبراج إيجابيتها ونحسيتها فلازم ترجعوا تسمعوها لأنها بتعطيكوا توقع لعطارد لتسعتاشر يوم قادمات بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون الزاوية الساعة 6 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا هاي زاوية تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وتثليث يعني القمر صار محدب طبعا الساعة 11 هاي زاوية بتصير 11 مساء بتوقيت جرينيتش تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر عصر يوم الاثنين لغاية صباح يوم الثلاثاء فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل وبنسبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، الظهر والجانبان بالنسبة للعمليات الجراحية يوصل يوم بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب برضو هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة قص الشعر التجميلي الصبغ وقص الشعر العلاجي ولكن لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالنسبة لمطعم كورونا طبعا بدهم ينتبهوا من ارتفاع درجة الحرارة وبرضو الضغط اللي ممكن يعمل نوع من أنواع التسارع على دقات القلب فعشان هيك اللي باخدوا أسبرين بدهم يلتزموا فيه اللي هو البيبي أسبرين المميع اللي ما بياخدوا وسنهم ما فوق الأربعين سنة يأخذوا لمدة ثلاث أيام بيبي أسبرين وبعدين يوقفوه وبرضو يأخذوا بندول أو براستيمول كل ست ساعات على ساس يحافظوا على درجة الحرارة وكم مسكن بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد أو متواجد في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم اتناش أربعة بيبدأ في تمام الساعة عشرة وست عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وسبع دقائق عصرا لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر المقائل القمر اليوم صار المحدد عمره عشر أيام في تمام الساعة عشرة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره حدعشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة مية في المية وطيلة النهار كذلك القمر في برج الأسد حتى يوم اتناش أربعة طبعا هو منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة أربعين في المية ومع ساعات العصر بصير منتحس بنسبة ستين في المية عطارد في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يمكث في برج الثور حتى يوم تسع وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اتنين خمسة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة سعيد بنسبة خمسة في المية أورانوس في الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وهي فترة مثمرة إيجابية ممكن تنجحوا في حملة لترويج لشيء معين عشان هيك بدك تكون جريء بالطرح وحاول أنك ما تتسرع ممكن تتسرع لأحداث بشكل مميز واستثناء اليوم وتتلقى جواب أو عرض ولكن حاول أنك ما تفرد سلطتك على أحبائك برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تلمسوا بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تتخلى عن مواقفك المتحفظة والمتصلبة وتتجنب العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار فطبعا هاي فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض لتكثر زيارات والتنقلات عندك برج السرطان أما فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمعين خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي وبرضو اليوم تقدروا توضحوا وجهة مظركم وتهتموا بمظهركم وبتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو لفكرة جديدة بتمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة ممكن اليوم تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم لغاية عصر يوم الثلاثاء فعشان هيك بتكو تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير فعشان هيك بتكو تحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتكون تنقلاتكم مهمة وبتتمتعوا بسرعة خاطر أهم شيء أنك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم رح تعرف لقاء داعم لإلك أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع في العمل أو على العمل الجماعي برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تهدئ من روعة ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة فبتهتم بهواية جديدة ما عندك حيوية عالية جدا ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية خصوصا إذا كانت شراكة جديدة ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها أهم شي ناقش مواضيع مهمة اليوم بحذر وممكن تجتاز امتحان صعب عالج الشؤون العائلية المهمة برضو وما تغفل عنها برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حذروا من الخلافات ما الضخم الأمور ممكن اليوم شوية تكون مرهف الإحساس ومتوتر بسبب طلق ما فعشان هيك بدك تحاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبيتك شوي حادة وهذا الشيء ممكن يثير النفور خصوصا مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا فإنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك فبدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت وراعي ظروفك الصحية وحاول أنك تكون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك المعنوية وابتعد عن أي مشاحنات أو مشاكل ما بينك وبين زملائك في العمل وانتبه لأعمالك عشان ما يصير في نوع من النواع الخربطة ويعني ما يزبط عملك بالكامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أستغفرك وأترككم في رعاية الله وحفظه أستغفرك وأترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة